بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف يفكر الوهابيون؟ كيف يكفرون الشيعة على الأموم بأقوال شابذة؟ ثم يقولون نحن لسنا وهابيين؟ كثيرا ما يعترض علي الأخوة السلفيون ويقولون لا يوجد شيء اسمه وهابية ونحن لسنا وهابيين نحن مسلمون ولكنهم في الحقيقة يعني هناك تيار في السلفيين إذا علمنا جميع السلفيين يحللون الأمور وينظرون إلى الناس إلى المجتمعات المختلفة نظرة متطرفة نظرة تكفير نظرة تضليل أنهم الفرق الناجي فقط طبعا يشتركون ربما مع طواعف أخرى في ذلك ولكن مثلا التيار أو المدرسة أو الحركة الخنزميها الحركة الوهابية التي انطلقت في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي يعني قبل قرنين ونصف قريبا أو ثلاثة قرون الشيخ محمد بن عبد الوهاب وضع شروط كثيرة للإيمان والتعريف الإسلام عند كتاب معروف التوحيد ونواقض الإيمان وضع عشر شروط عشر شروط حتى يدخل الناس بالإسلام وقيل أيضا في كتب أخرى من أتباعه أو من عنده هو ووصلوها إلى أربعين أيضا أربعين شرط وكلما نضيق المنخل هذا أو المصفات يعني لا يبقى أدنى أحد ينزل تحت يعني يصير مسلم إنما كل المسلمين كل الأمة الإسلامية رح يصير كفار ومشركين وعندما انطلقت الحركة في تلك الأيام في القرن الثامن عشر هذه الحركة كفرت الدولة الأثمانية وثارت عليها كما أن اليوم بعض السلفيين أو الوهابيين يكفرون الدولة السعودية يكفرون مشايخ الدولة السعودية كفروا في قبل مئة سنة تقريبا في بداية تأسيس الدولة السعودية الثالثة ما يسمى بالإخوان الإخوان البدوي يعني الوهابيين اللي جمعهم في الهجر وبعدين تبنوا فكر محمد الوهاب وكفروا حتى عبد العزيز بن سعود وكفروا المشايخ ومشكلة التكفير لا تزال تعاني منها هذه الحركة حتى في داخلها وسوف أتحدث عن ذلك مفصلا في موضوع آخر لي ولكن أقول ما يتميز به الوهابيون الذين ينتمون إلى مدرسة محمد بن عبد الوهاب وهي ليس مدرسة إسلامية متسعمحة يعني أخرجوا حتى حتى المصريين كانوا أذم كفار وعندما زار الملك فيصل كان شاب بعده وليعهد أو كان يعني أمير زار مصر تعجبوا كيف يحزور واحد دولة كافرة وظلوا يستمرون دائما طبعا التكفير حسب المزاج السياسي حسب مزاج الحاكم كما يريدون يوجهون يعني حربهم تجاه أمه معينة أو بلد معين يعني يطلقون أبواق التكفير والآن أجاب لكم فتنموذج تشوفوا كيف يأخذون بعض الأقوال الشاذة وبعض التصريحات وبعض الكذا من الكتب قديمة أو حديثة ويكفرون أمة كاملة ملايين من الناس ذول كل مصبحون كفار غير مسلمين ويدعوهم الإسلام ودائما يجون عندي أصدقاء في الصفحة وخاصة في اليوتيوب أنت انتقدت المذهب الإمامي مثلا لماذا لا تسلم لماذا تصبح مسلما وقد قال لذلك أحد المتحاولين قبل 15 عاما في صفحات الحوار اللي كانت ذيك الأيام قبل ما يطلع في الفيسبوك أو التويتر أو هذا أنه أنا رحت في صفحة أسماء أن المسلم كانت ذيك الأيام ودعوني لتحدث عن أفكاري فتحدث عن انتقاداتي للفكر السياسي الشيعي فأيجي واحد يعتبر نفسه هو أنا المسلم بعد غيره مو مسلمين فلماذا لا تسلم يقول لي لماذا لا تسلم وحديد طويل معاه قلت أنا ما كنت كافر حتى أصير مسلم لا أنت كنت كافر وكنت مشريك والآن تعال نصير مسلم وآمن والحرق تصل وتعال شاهد الشهادتين ففي بعض الناس هكذا ينظرون الأمور وينظرون الآخرين لا يميزون بين إنسان وآخر ويعني في حالة واخرى واحد مثلا متعمد الشرك أو لا واحد مثلا الشرك أيضا في درجات في شرك أكبر وأصغر وأوسط ومثلا الشرك بي وين بالولاء مثلا هم يقولون محمد عن دوهاب من نواقض الإيمان عنده ونواقض الإسلام أن واحد يوالي الدولة الأثمانية أو يوالي الحجازيين ومرأة الحجاز هذا يصبح كافر فلازم يوالي الأشعود حتى يصبح مسلم هذه نظرة خاصة يعني يوجد شيء اسمه وهابية والوهابي هم كان يقولون نحن وهابية ويتفخرون بذلك وأنا لا أتأسف أحد ولا أجتم أحد لكن هذا التعريف يميزهم عن بقية المسلمين والمذاهب والتيارات والأحزاب الإسلامية المتسامحة تذكرون قبل سنة تقريبا أقد مؤتمر في غروزني العالم الإسلامي مشايخ العالم الإسلامي السني اجتمع هناك وقالوا أن الوهابية لا تمثلنا والوهابية مذهب يعني ما علاقة بعمة المسلمين فإذا هناك بذهب يعني أو تيار أو عقلية معينة حقيقة رأسا تكفر الناس والآن مو فقط تكفرون الشيعة لا الشيعة مجوس هذه عبارة يرددوها دائما في تعليقاتهم وفي كلامهم وأخذوها من أيام الصراع الصدامي مع إيران أيام الحرب هذا الشيخ محمد سرورزي العابدين كتب كتاب وجاء دور المجوس مو بس مسلم كفرهم كلهم الإيرانيين والشيعة سماهم مجوس وهذا تكفير للمسلم يعني وهذا حرام يرجع على نفس المكفر وهذا الكتاب طبعتها السعودية وطبعت طبع العراق أيام زمان وجاء دور المجوس أنه لا أصلاً مو مسلم مجوس ذو لكلهم يعني يشتب مرة واحدة على تاريخ شعب وأمة وطائفة كبيرة وملاعين من الناس خرجوا من الإسلام هذا التكفير هو اللي ولد حركة داعش والحركات المتطرفة التي لا تزال تمارس التكفير وإخراج الناس وتحليل دمهم دعونا نرى هذا أحد الأخوان يقول يا أستاذ أحمد هذا يعلق على موضوع أنا ألقيت أمس وقلت بعض الرواديد بعض الشعراء يرددون أشعار كفرية أو شركية وطالبت السيد السستاني بأن يتصدى لهم أو المرجعية أن تتصدى لهم وهي أيضاً تتصدى في بعض الأحيان في الحقيقة كما علمت ولكن هذه فيديوهات وتسجيلات وتنتشر باليوتيوب وتنتشر بهنا وهناك فلابد من مكافحتها فهذا الأخ استغل للقضية وشوفه تعليقه شوفه تفكيره كيف يفكر وكيف يحكم على الناس بالكفر يقول يا أستاذ أحمد قد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي لو اقتصر الأمر على الرواديد والشعراء لقلنا أن الشعراء من صفاتهم المبالغة أو أنهم غير عارفين بأصول الدين أو أو كذا أو التمسنا لهم أذراً مهما كان غير مقنع أو ينطبق عليه المثل القائل أذراً أقبحوا من زلة أو أذراً أقبحوا من دم لكن الكارثة أن هناك فيديوهات لمعممين صوت وصورة فيها من الكفر والشرك الصريح ما لا ينفع معه تأويل أو تبرير طيب ذلك المعمم اللي استمعت له هداك أفترض قال كلاماً كفرياً أو شركياً لماذا تعمم على كل الناس على ملايين الناس اللي ما سامعين بهذا ولا يعرفوه ولا يشعر فيه وحب داله واقتصر الأمر على السبي والطعن واللعن في صحابة رسول الله يعني الشيعة كل الملايين الشيعة ما عدم شغل وعمل قاعدين صباحاً مساء يسبونه لعنون فيه واحد عميل واحد متطرف فاتح لمحطة فضائية ويسبوه لعن لا يعني الشيعة كلهم هكذا تيارات متطرفة مثل ما الحركة الوهبية عدد واعش يقتلون ويدبحون ويكفرون كل شي وأنتوا تتبرون من عدهم تقولون يمثلونه هؤلاء الناس شاذين منحرفين كذا فليش تتبرون إذا أفر الشيخ أو معمم قال فتكلام أنه هذا معناته الشيعة كلهم دي يقولون تعمم تعمم كلام فرد واحد على ملايين مئات الملايين من الناس بل منهم من قال عليهم ربنا يوم القيامة هذا الشيعة عقائدهم وصلواتهم وصومهم يعتقدون علي ربهم يوم القيامة شوفوا شلون يلتقطون بعض الكلمات الشاذة لكي يحكموا على كل الأمة بالكفر ومنهم كمثل الفالي قال إن الله عز وجل قال شعرا في علي واحد مخبل واحد جاهل واحد أمي قال يصعدون يحكون يخرطون أحيانا وهو الذي ينفي الشعر عن رسول الله ومنهم قال إن عرش الرحمن تحت كلمات كفرية مارد عجيب الآن أعوذ بالله عما يصفون واحد قال موت جيب الأم الإسلامية كلها أو الشيعة كلهم قال هالكلام والغريب إن الذين يسمعون مثل هذا الكلام في المساجد أو يهللون لمثل هذا الكلام ويصيحون أو كالسعادين وكردة الأدغال اللهم صلى على محمد وعن محمد يعني الناس أيضا جهل جالسين قالوا فتكلام كان أحرى أن يطلبوا من الأمة الصلاة على الله ورسوله لو أن أحدا من مشايخ أهل السنة طعن في أهل البيت أو في صحابة رسول الله لي اليقين أنه لن ينزل عن المنبر وفي رمق من الحياة فما بالك أن يتجرأ في الطعن في رسول الله والذات الإلهية لكن عند الشيعة شوفوا هنا المشكلة الشيعة كلهم صاروا عند الشيعة وللأسف الأمر عادي جدا جدا لدرجة أن نابتنا على يقين بصرحة أيقن هذا الأخ أن ذلك من صميم عقائدهم شوف صار هذا من صميم عقائد الشيعة التعميم يعني في الحقيقة لا أدري أن هذا الأخ جاهل أو قصد طريقة التفكير بصرحة عمم الشغل على وقام يستنتج أن هذا من صميم عقائدهم لذلك يرحبون فيه ثم ينكرون علينا أن نقول أن الشيعة ليس مسلمين بل كفار ومشركين هذا كلام هو الأخ مسبقا هو جلست معهم رأيت صلواتهم في المساجد رأيت علماءهم رأيت كتبهم رأيت جامعاتهم بصرحة تحكم على الشعب كامل بهذه الطريقة هذه الطريقة وهابية أنا أسمي هذه الطريقة هذا الأسلوب أسلوب وهابي ونقولون نحن موهابيين ونحن ندينكم بصرحة سوى محكمة محكمة وصدر الحكم نحن ندينكم من أفواه معمميكم يعني سنة المعممين منتخبين من الأمة ناس فلتان الأمور ويسعد كل واحد يحكي كلام ويقول فالشي ماك واحد يحاسب واحد فأنت بصرح حكمت على الطائفة الشيعية أو الجماهير الشيعية من هذا المعمم أو من ذاك شوف الحقلية هاي اللي أنا أنتقد نحن ندينكم شكل محكمة وصدر دين من أفواه معمميكم التي تنطقوا بالكوارث في الدين والعقيدة الإسلامية ومن سكوتكم عليهم شيئا آخر عندما يعتبركم المسلمين كفارا يا مسلمين الوهابيين بالحقيقة هو يسمى نفسه مسلم ويتكلم باسم المسلمين كلهم عندما يعتبركم المسلمين كفارا أو مشركين هذا لا يعني شوية تلطف عليهم هذا لا يعني استحلال دمائكم وزين داعش كنت كانت تسوي بالعراق وفي سوريا لا يعني استحلال دمائكم وأعراضكم وأموالكم كما يروج معمميكم كذبا وزورا وبهتانا بل هو توصيف لحالة خروجكم من الملة أنتو خارجين على الملة طيب ذولا خرجوا ذولا خرجوا والصوفية خرجوا والأشاعر خرجوا من السلام من يبقى مسلم إلا أربع خمسة من الوهابيين ففي الإسلام ليس كله كافر أو مشرك يستحل دمه بل له كامل الحق والرعاية في ممارسة شعائره الدينية الشركية والكفرية لاحظوا بالشروط حددها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها أن لا يكون محاربا أو يدفع الجزية تعال أخذ الجزية من الشيع اليوم يعني شنو بقيت بعد أنت تقول أنا موهابي يعني هل تكفير وحكمت على أمة كاملة بالكفر والشرك وتتأخذ الجزية من أدهم مبعا شوية تستحل تستحل دماؤهم وعراضهم وأموالهم وجاء تقول لي أنا موهابي وماكو شي سنة نحن كذا لا يا أخي هذه العقلية عقلية الوهابيين هذا التكفير والتطرف هو اللي يخلق داعش ويخلق ألف داعش أخرى و لما أقام عبد العزيز دولته قبل 70-80 سنة فأجوا المشايخ مالتهم أنه تعال الشيعة بالمنطقة الشرقية تعال أما تقتلهم أما تأسلمهم أما تردهم برا هذي طريقتهم ولكن أحيانا يشعون تكية الوهابيين أيضا يشعون تكية وما يصرحون بكل ما في بواطنهم هو كفرهم وخرجهم ويلاخذ الجزء من أجهم ويقول لا من نكفر ومن نقتل ومن نباح يعني يا أخي هناك منهج في عقلية اسمها عقلية وهابية من الشيخ محمد اللوهاب الذي كفر الدولة العثمانية وكفر أيام العراق وسوريا ومصر وكل المسلمين كفرهم وحاربهم حتى مقدمة لأقامة الدولة السعودية يجب يكفر حتى يطي مبرر للجيش حتى يغزوا وحتى الكويت حتى شعب الكويت يجي أيضا يجب يغزوهم وقاموا بغزوة على الكويت سنة 1930 من ذول الشعب أنت كنت كفار وخليج كلهم كانوا كفار عبد العزيز بن السعود فالجيش ما قال لأشو توقفت وبعد اتفاقية دارين واتفاقية جدة سنة 1927 الاتفاق بريطانيا أنه هاي حدودك الجيش ما قال لأمو أنت تكون تتكفر كل دولة اللي بالخليج والكويت والعراق وليش ما تخلينا نروح نغزوهم ورد نعيش رد ناكل لا نحن نقلب أو أنت انقلبت على الوهابية هذه أزمة الوهابية بالحقيقة التكفير أزمة الوهابية وهو الملمح الأساسي من هذه الحركة مع الأسف الشديد أنا أدعو أي واحد اللي يمتعب مني إذا أنا قلت وهابي أو وهابيين أو كذا أن يراجع نفسه ويشوف نفسه هو معتدل والذي يكفر كل الناس ويحكم بكل شيء ضدهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته